مرحبا حضراتكم مرة تانية المواطنة والسلام المجتمعي ده عنوان دورة اتحاد الادعاة الإسلامية اللي تم تنظمها في أكاديمية الأوقاف الدولية شارك فيها ممثلين من هيئات الادعاة والتريفزيون في 21 دولة هذه الدورة استهدفت تعزيز الوعي بالمواطنة في الممارسات الإعلامية أيضا تأهيل الإعلاميين في الإدعاة الإسلامية في صياغة الرسالة الإعلامية اللي بتعمل على تعزيز ونشر قيم التسامح والتعايش والمنهج الوسطي خلينا نعرف أكتر عن أهمية الدورة وبرش العمل اللي تم تنظمها والموضوعات أيضا اللي تم ترحها معنا في الستوديو دكتور عمر الليثي رئيس اتحاد الادعاة الإسلامية أيضا دكتور علي عبد الكريم المناصي رئيس قسم إذاعة القرآن الكريم بالإذاعة الأردنية ومن دولة السودان الشقيقة الأستاذ أحمد المرتضى مدير العلاقات الخارجية باتحاد الادعاة الإسلامية صباح الخير طبعا على حضراتكم الجميع صباح الخير علي موردنا يعني البداية دكتور عمر هبدأ مع حضرتك عايزين نعرف أكتر من حضرتك عن اتحاد الادعاة الإسلامية تاريخ نشأته نكلم كمان المشاهدين عنه اتحاد الادعاة الإسلامية هو أكبر اتحاد مهني إعلامي في العالم بيشمل 57 دولة عربية وإسلامية في أربع قرات أنشئ سنة 1975 كان الملك الحسن الثاني رحمه الله ملك المغرب كان حدث هجوم على المسجد الأقصى فحدث اجتماع القضاء والزعماء العرب والدول الإسلامية وأقر في هذا الاجتماع إنشاء اتحاد أو منظمة كان اسمها منظمة الإزاعات الإسلامية وتولى رئاستها في هذه الفترة أول رئيس لها كان مصري الإعلامي الكبير الرحل الأستاذ أحمد فرق وكان دورها التنسيق بين الدول الإسلامية والعربية في الانتاج البرامجي التليفزيوني والإزاعي هي اسمها اتحاد إذاعات لكن مقصوب بالإذاعات الإذاعات والتليفزيونات وما يستجد بعد كده وتطورت رحلة الاتحاد وبعد ترك الأستاذ أحمد فرق اجتوالت الدول الأخرى في رئاسة الاتحاد ثم عادت رئاسة الاتحاد إلى مصر هذا العام وأنا بشرف برئاسة هذا الاتحاد زي ما قلت الاتحاد بيعمل على التنسيق العلاقات بين الدول إقامة دورات تدريبية لجميع الإعلاميين في الدول الإسلامية الحقيقة هو بيقدر يحقق الذي لم تستطيع السياسة أن تحققه هو التكمل الإعلامي فهناك مهنية مشتركة وقواعد إعلامية مشتركة بتربط جميع البلدان الإسلامية بعضها البعض بنحاول أن يستغيل دوت الاتحاد مسؤول أيضا عن تنظيم والبس التليفزيوني لشعائر الحج وتسهيل مهام جميع الإعلاميين والصحفيين في سبيل نقل شعائر الحج باعتبار أن مقر الاتحاد في المملكة العربية السعودية هي دولة المقر ده باختصار شديد جدا الفكرة اللي أم عليها الاتحاد وعدد الدول الأعضاء والأهداف اللي أم عليها ومن أهمها طبعا الحفاظ عن اللغة العربية يمكن إحنا كنا لسا عاملين دورة عن الحفاظ عن اللغة العربية سواء في البرامج الدرامية والصحافة الورقية والإلكترونية عظيم دكتور علي زي بنستفيد من وجودنا في هذا الاتحاد في إزاعة القرآن الكريم الأردنية وزي بيتم الاستفادة من وجود كل هذه الإزاعة الإزاعة نتكلم 57 دولة مشاركة في هذا الاتحاد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أسمح لي في البداية أخي الكريم أن أتقدم وأن أرفع أسمى معاني الشكر والتقدير إلى مصر وشعبها العظيم وقيادتها العظيمة وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والشكر موصول كذلك إلى معالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة على حسن الضيافة وعلى هذه الدورة دورة أسس المواطنة والسلم المجتمعي الذي عقد بالتعاون ما بين اتحاد إذاعات الدول الإسلامية وما بين وزارة الأوقاف في أكاديمية الأوقاف الدولية وهي أكاديمية رائدة على مستوى الوطن العربي بل والعالم أجمع حقيقة ما تفضلت به من سؤال يمكن أن تجيب عنه ثنايا ومحتويات الدورة التي عقدت وشاركنا فيها حيث تمكننا من خلال هذه الدورة أنا ومجموعة عددها ليس بسيطا من مختلف دول العالم الإسلامي الناطق باللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية والتقينا وتشرفنا باللقاء وأن تتلمذنا على يد عدد من كبار علماء الأزهر الشريف وعدد من أساتذة الجامعات المصرية فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتل جمهورية المصرية فضيلة الدكتور محمد عبد الرحمن أضويني وكيل مشيخة الأزهر الشريف عدد لا بأس به من أساتذة الشريعة واللغة العربية كما تفضل أخونا الدكتور عمر قبل قليل التقينا بهم وتحدثنا عما يحتاجه الخطاب الإعلامي الديني في هذه المرحلة التي يعني هناك صورة مغلوطة للإسلام في هذا الزمان أودت وترتب على هذه الصورة ما يؤربي الإسلام فوبيا الخوف من الإسلام هذا كله ناقشناه في هذه الدورة وما يحتاجه الإعلامي العامل في قضية وفي مسار الخطاب الإعلامي الديني تحرير مفاهيم الخاطئة ماذا يعني الجهاد ماذا يعني تطبيق الشريعة الإسلامية صحيح ماذا يعني قبول الإسلام للآخر ماذا يعني رحمة الإسلام بالناس كلهم كيف يتجسد قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين هذه الرحمة ليست خاصة بالإنس فقط بل هي تشمل كل الوجود رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وليست خاصة بالمسلمين دون غيرهم بل هي تشمل المسلمين وغير المسلمين ماذا يعني الجهاد كيف يجاهد الإنسان هوى نفسه كيف يجاهد بالكلمة الطيبة التي تؤتي ثمارها كيف يقدم نموذج للدعي كيف يدعو إلى دينه بسلوكه بأخلاقه باعتبار أن الإسلام ليس كما يتوهم البعض أو كما يروج أعداء الإسلام بأنه انتشر بالسيف بل أنه انتشر بالأخلاق الحسنة وتحدثنا عن هذه المسألة في هذه الدورة كيف أن أكبر دولة مسلمة الآن في العالم وهي أندونيسيا ودول جنوب شرق آسيا كيف وصل إليها الإسلام من خلال التعامل الحسن للتجار الحضاري من الذين وصلوا هناك إلى تلك معاهل تلك الديار من حيث الصدق وتجنب الغش وما إلى ذلك وكيف الآن المسلمون الذين يعيشون في البلاد الغربية كيف بإمكانهم أن يصبحوا دعاة إلى دينهم من خلال الالتزام بخلق الرحمة الذي اتصف به النبي صلى الله عليه وسلم تطبيق الشريعة الإسلامية ماذا يعني مفهوم تطبيق الشريعة الإسلامية؟ بينا في هذه الدورة أن أغلب القوانين في الدول العربية والدول الإسلامية إما أن يكون لها أصل مستمد وتعتمد عليه في الشريعة الإسلامية أو أن هذه المواد لا تعارضها الشريعة الإسلامية حقيقة كانت دورة مفيدة وأنا يعني خبرتي في مجال الإعلام الديني ليست بسيطة ودراستي الشرعية ليست بسيطة كذلك لكن ووالله هذا يمين بالله إنني استفدت من هذه الدورة أيما استفادها يعني أستاذ أحمد هنتقل لحضرتك بالسؤال يعني المواطنة والسلام المجتمعي هذا هو شعار الدورة الحالية والحقيقة أنه الذراع الإعلامي لأي دولة هو ذراع قوي ومن أقوى الأذرع الحقيقة عايزة أعرف من حضرتك إزاي نقدر نصيغ رسالة إعلامية بتتكلم وترسخ أكتر عن التسامح والمواطنة والسلام المجتمعي خاصة في ظل الظروف اللي يمكن الدول الإسلامية والعربية بتمر بيها وبعضها بيمر بيها وأيضا في تواكب كمان العصر بسم الله الرحمن الرحيم طبعا ده من الهداف اللي هو الآن اسم الدورة نفسه قصص المواطنة يعني إحنا عايزين الإعلام المحلي عموما لما نجي يتكلم أنت عندك الفترة الأولى الحاجة الأولى والأساسية هو المواطنة المواطنين في داخل دولتك يعني لا تفرق بين المواطنين فبالتالي اسمه المواطنة والسلام المجتمعي طول ما فيه عدم تفرغة أكيد أنت ستوصل للسلام المجتمعي فهذه كانت باكورة الدورات التنفيذية التي عملناها بالتعاون مع مدارة الأوقاف فزي ما يتفضل الدكتور علي القرض إحنا الإعلامين الذين وصلوا للدورة وأخذوا هذه الجرعة التثقيفية العالية جدا جدا والمركدة جدا جدا في الفترة الزمنية القصيرة القرض منها أن هؤلاء المؤذيين المزيعين الذين هم مؤثرين في دولهم ينقل هذه الخبرات التي أخذوها الآن عشان يرسخوا لهذه المفهوم المواطنة أن الدولة لا تبنى إلا عن طريق المواطنة إذا الآن المفهوم زمان كان عدم وجود دولة أو الدول كانت الحركة فيها السهلة وممكن الآن أصبحت يوجد وطن فكلمة وطن أصبحت هي المحيطة التي أنت موجود في داخله فبالتالي من حقك أنت كإعلامي أو من حق الدولة أنت تبرز المواطنة في داخل الدولة حتى يكون هناك السلام متمعي حتى تسير الدولة وتتفرق إلى التنمية لا تتفرق إلى الاختلافات البسيطة بين المواطنين هذا مواطن درجة أولى وهذا مواطن درجة تانية لا نحن نتحدث المواطنة بصفة عامة عظيم دكتور عمر ضحض الشائعات هي مسؤولية كل مواطن ولكن نتحدث عن وسائل الإعلام المختلفة دين إسلامي دين تعايش وقبول آخر إزاي نقدر نوصل الرسالة دي للعالم كله لمن لا يعرف حقيقة الإسلام بحقيقة الإسلام الحقيقي إزاي نقدر نستخدم كل وسائل الاتصال سواء الاتصال مباشر أو زي ما تكلمنا أنه اتحاد الإزاعات يشمل كل وسائل الاتصال لتوضيح حقيقة الإسلام ليه إصار رسالة إعلامية بتفيد بسماحة الإسلام أولا خلينيه في البداية لازم أتقدم بالشكر لسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وللحكومة المصرية ولمعالي وزير الأوقاف دكتور محمد مختار جمح الحقيقة يعني باسمي باسم العاملين في اتحاد الإزاعات الإسلامية نتقدم بكل الشكر والتقدير على دعمهم الكبير للتحاد الإزاعات الإسلامية واللي تمثل في هذه الدورة اللي احنا نتحدث النهاردة عنها في هذا البرنامج الأشهر في مصر صباح الخير يا مصر لأن الحقيقة يعني يمكن بعد ما اتفقنا مع معالي وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة يعني خدنا كل الدعم من وزارة الأوقاف يعني عايز أقول لسيطةك أنها أكبر دورة تعقد في القاهرة لمدة أسبوعين دورة كبيرة حاضرة فيها خيرة أسازة الإعلام في الجماعات المصرية وخيرة أسازة الفقه والشريعة والفقه المقارن واللغة العربية وغيره عايز أقول لك أننا معنا وفود من دول مختلفة تتحدث لغات مختلفة فكانت هناك تجهيزات باللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية لجميع منسوبي اتحاد الإزاعات الإسلامية وضيوف في اتحاد الإزاعات الإسلامية عايز أقول لك أن وجدنا أيضا هما مش بس التقوا وخدوا محاضرات عايز أقول لك أن الضيوف كمان ظهروا العاصمة الإدارية الجديدة ووقفوا وشافوا هذا الصلح العظيم الذي يبنى في مصر شافوا مدينة الإنتاج الإعلامي وزاروا المظارات السياحية الملحف الحربي في القلعة يعني عايز أقول لك بعضهم قال لي من رؤساء تلفزيونات موجودين وإزاعات أنهما الأول مرة يجوا القاهرة ويشوفوا مصر الجديدة فأنا لازم أتقدم بالشكر والحقيقة عايز أقول لحضرتك أن اتفاقنا مع معاني وزير الأوقاف أن هذه الدورة ليست الأولى إحنا المرة كان معانا 21 مسؤول من 21 دولة إحنا 57 دولة ما قدرناش طبعا ندعو جميع الدول إن شاء الله اتفاقنا أن بعد الأيدي الكبير سيكون في دورة ثانية ثم دورة ثالثة تليها إن شاء الله عشان كل الدول تكون شاركة في دورات ثلاثة عشان تكون 57 ومصر دائما حاضنة الحقيقة لهذه المؤتمرات مصر دا عامة للإعلام الإسلامي ومصر دا حكومة وشعبا دا عامة لأنها بلد الأزهر المنير والمستنير فدائما هي البعثة إلى كل أعفاق جديدة في مجال العمل أما ما يخص موضوع الندوات أو المحاور التي قامت عليها هذه الدورة هي كيفية القطاب الإعلامي الصحيح الرشيد وزي ما قال أخونا العزيز وتفضل كيفية التعامل مع قضايا بتمثل الإسلام روجت من خلال الأجهزة الإعلامية غربية قضية الإسلام وفوبيا نحن في التحدي الإداعات الإسلامية نكافح الغلو والتطرف والإرهاب نبحث عن الحوار الموضوعي والسياغة الموضوعية عشان كده يمكن حيكون في دورة أخرى سوف تعقد إن شاء الله برضو في القهارة كنت اتفقت مع فضيلة مفت ديار المصرية دكتور شوئي أعلام ومع فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب نحن نعقد دورات مع الأزهر مع مقدم البرامج التليفزيونية يعني يمكن إحنا مردي معنا أساتذة كبار وأسائل إزاعات وتليفزيونات وبعضهم مقدمة لكن سيكون في دورة متخصصة كيفية الخطاب الإعلامي المعتدل لأن حضرتك مقدم برنامج وحضرتك أنتم تحملوا رسالة إعلامية هامة وتأثير لا مسيلة له الكلمة اللي حضرتك بتقولها بتصل للمتلقي بيتأثر بها أيا كانت هذه الثقافة إذا ما كانش الكلمة اللي حضرتك بتقولها مدروسة وموزونة بعناية شديدة لا نستطيع أن نعفل آخر المتلقي إنه في هذه اللحظة ممكن يأخذ مما تقول ويفسر حد ما يفسر ونكتشف أنه قد فهم بالخطأ عشان كده الخطاب الإعلامي الديني تحديدا له محددات وله مقومات ويجب أن يكون هناك مقومات لمقدم البرامج الديني حتى يستطيع أن يصل بالرسالة المنشودة إلى المستهدف إلى الجمهور الأي كلاس والبي كلاس والسي كلاس والدي كلاس بكل الناس تفهم بكل الناس تفهم عشان يوصل لده يبقى عندنا قيام الحقيقة الدورات اللي زي دي لو أقول لحركة الأجندة بتاعتها الموضوعات العلمية اللي بدرسوها مع الممارسة العلمية والعملية اللي بتحصل كمان من خلال الأطر اللي بتتم فيها هذه المناقشات بتخلينا نؤهل الإعلامي أن يكون إعلاما متخصصا وأنا أمير إلى الإعلام المتخصص الرياضي يتحدث في الرياضة والاقتصاد يتحدث في الاقتصاد أما في الديني فهجب أن يكون في قمة التخصص لأن الكلمة يمكن أن تفسر غلط دكتور عمر اسمح لي المقاطعة لكن أحب برضو أعرف من حضرتك استراتيجية التأهيل كيفية التأهيل كيفية تأهيل الكوادر دي أولا لازم يدرس دراسة وافية لما يقول ويجب أن يدرس دراسة علمية من الأساس القرآن ومن السنة ويجب أن يبتعد فيما يقول عن الغلو والتطرف وما يدعو إلى التخويف من فكرة أن الإسلام إسلام التطرف أو دين عنف قضية الإسلاموفوبيا هي القضية الأساسية التي نكافح من خلال اتحاد الإزعاعات الإسلامية لمحاربتها وإذبات أن الإسلام دين وسطية ومعتدل لم ينتشر بالسيف لكن بالكلمة الطيبة فالحقيقة أن الدول العربية عندها والدول الإسلامية عندها نفس المفاهيم لكن نحن نحاول نجد حتى سياغ مشتركة بفكرة نحن يمكن نعمل برامج ما بين مجموعة من مقدم برامج تليفزيونيا وإذاعيا هتجد مثلا مزيع من باكستان هتجد مزيع من مصر مزيع من اندونيسيا مزيع من الأردن مزيع من السودان بيلتقوا جميعا ويمكن ده برنامج حيعلن عنه بعد لأيدي كبيرة لأنه رسالة الإسلام واحدة عشان نقول لنه رسالة الإسلام واحدة وكلنا معتدلين وكلنا ضد الإرهاب والتطرف ونبحث عن رفض فكرة الإسلاموفوبيا هنستأذن حضراتكم هنخرج لفاصل سريع ونرجع نستكمل حوارنا مع حضراتكم مشاهدين الفاصل سريع ونرجع لحضراتكم على طول أهلا بحضراتكم مرة تانية ولسه حدثنا مستمر ومتواصل عن الدورة اللي تم تنظيمها بين اتحاد الإزاعات الإسلامية بالتعاون مع وزارة الأوقاف وشارك فيها 21 دولة وزي ما كنا نتكلم مع ضيوفنا قبل الفاصل أنه الإعلام له دور مهم جدا ودور قوي جدا في إيصال الرسالة الإعلامية الدينية الصحيحة لكل المسلمين في جميع أنحاء العالم بحيث أن كل الناس تقدر تفهم الرسالة الدينية رسالة تكون مبسطة هنرجع مرة تاني نكمل كلامنا مع دكتور عمر ليسي رئيس اتحاد الإزاعات الإسلامية ودكتور علي عبد الكريم المناصير رئيس قسم إزاعة القرآن الكريم بالإزاعات الأردنية وأيضا من دولة السودان الشقيق الأستاذ أحمد المرتضى مدير العلاقات الخارجية بالاتحاد الإزاعات الإسلامية برحب أحضرتكم مرتين دكتور عليك ونحن نتكلم أحضرتك عن التحديات التي تواجه العالم الإسلامي خلال الفترة الحالية نعم ثمت العديد من التحديات التي تواجه العالم الإسلامي في هذه المرحلة سواء كانت هذه التحديات تحديات اقتصادية تحديات اجتماعية تحديات سياسية تحديات على مختلف الصعود لكن بالتكاتف بالاعتصام بطاعة ولي الأمر بالاستماع إلى كلام العلماء العارفين العلماء المهتمين ببيان مشاكل الناس ووضع الحلول لهذه المشاكل اعتمادا على كتاب الله تبارك وتعالى واعتمادا على السنة من خلال الغوص في هذه النصوص الشرعية والبحث عن مقاصد الشارع الكريم في درء المفاسد عن الناس وفي جلب المصالح لهم باعتبار أن الشريعة الإسلامية باعتبار أن الإسلام أخي الكريم إنما جاء لتحقيق مصالح الناس على اختلاف أنواعها اقتصادية اجتماعية تربوية ثقافية وغيرها في الدنيا وفي الآخرة ودرء المفاسد عنها لكن مشكلة بعض المسلمين اليوم هو التركيز على ظاهر النص الشرعي والجمود عليه هذا الذي ولد إلى درجة كبيرة ما يعرف بالتطرف وما يعرف بالإرهاب وعدم قبول الآخر وعدم استساغة يعني أن يعيش الآخر في مجتمعك أو بجوارك البحث عن مقاصد الشارع الكريم المتمثلة في درء المفاسد عن الناس على اختلاف أديانهم وألوانهم وأجناسهم ولغاتهم وتحقيق المصلحة الدنيوية لهم والمصلحة الأخروية باعتبار أن الدين لله عز وجل والوطن يتسع للجميع هذا إنما يتأتى من خلال الالتزام بمنهج العلماء وكنا نتحدث قبل قليل كان أخونا الدكتور عمر يتحدث عن صفات الداعية وذكر أخونا قبل قليل أنه لا بد من أن يكون الداعية ملماً بالشريع الإسلامية مطلعاً على الواقع الذي يعيش فيه فيه فقه واقع فيه فقه متاح لا بد من أن يسلكه الداعية أو العالم من خلال الإعلام لحل مشاكل يعني المسلمين أياً كانت هذه المشاكل حتى لا ينفصل عن الواقع نعم الداعي يجب أن يكون ابن عصره كما يقولون ويجب عليه أن يتحدث مع الناس بلغتهم حتى بلغتهم لا أقصد هنا اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية طريقة التفكير نفسها بعقولهم بأفهامهم بحيث ينزل الداعية إلى مستوى المخاطب الإنسان المخاطب حتى يبصره أو حتى يبصره بحقيقة الإسلام لأن هذا الإسلام ما جاء ليشقى الناس به وإنما جاء حتى يسعد الناس في الدنيا وفي الآخرة ثم التحديات لكن نحن بالتكاتف بمحبة كل واحد مننا للآخر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه يجب على كل واحد مننا أن يحب لجاره لزميله في العمل لأخيه لكل البشرية بغض النظر عن أديانهم مرة أخرى بغض النظر عن دينه أو جنسه أو عرقه أو لغته أن يحب المرء لأخيه لأن الأخ إما أن يكون أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق نظير أخ لك في الإنسانية باعتبار أنه إحنا كل ياتنا أبناء آدم وأبناء حواء إحنا كلنا البشرية كلهم هم أبناء أسرة واحدة أن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه من مصالح الدين ومصالح الدنيا ومتى شاعت المحبة بين الناس ثق تماما أن الخير سيعم الجميع بالتأكيد أستاذ أحمد طيب مهم جدا زي بكم من التكلم تأهيل الكوادر الأعلمية من ضمن آليات تأهيل الكوادر الأعلمية كان وجود ورش عمل وندوات ومحاضرات لو حضرتك تكلمنا عن هذه ورش العمل الاتحاد طبعا من ضمن أهدافه الأساسية هو التدريب والورش لأنه إحنا بنرى أنه الإعلام محتاج الإعلامي محتاج لتدريب متواصل لأنه كل فترة تأتي أشياء أخرى ودائما قال الدكتور عمر التخصصية أنت عشان تقوم متخصص في الإعلام في الإقتصاد في أي مجال محتاج لتزود في هذه المهمة مهمة الاتحاد عمل مثل هذه الورشات ورش حتى عندنا ورش في الإعلام ورش في الهندسة ورش في التعدادات تقديم البرامج ورش في إنتاج برامج الأطفال ومعنى حتى من هذا تذكر عملنا ورشة كبيرة جدا جدا في مصر هنا لإنتاج برامج الأطفال هذه الورشة كانت من الورشة الكبيرة جدا جدا والاستفاد منها المقدمي البرامج كان فيها حوالي أربعين وخمسة واربعين مخرج ومعد مقدم لبرامج الأطفال مثل هذه الورش هي الغرض منها الثغل المهنية للمزيع وهي الاتحاد يتبناها وتوقع في كل الدول يعني إحنا كالاتحاد عندنا سبعة وخمسين دولة الورش تعقد بثلاثة لغات إحنا الاتحاد فيه ثلاثة لغات اللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية فتوقعت هذه الورش في كل أنحاء الدول الإسلامية الموجودة حوال سبعة وخمسين دولة إسلامية في المصر مثلا بالعربية في المغرب أو في السنغال أو في الشرق آسيا في الباكستان فهذا الفكرة أن الاتحاد دوره هو الدور التذقيفي أو مدى المذيعين والعلاميين في الإزاع والتلفزيون بالخبرات الكبيرة جدا ومثل هذه الورشة التي عقدت الآن في المصر العربية هي كانت تثقيفية عالية جدا جدا وإحنا لما تحدثنا مع الإعلاميين الذين حضروا الدورة كلهم جميع سنجمعوا بالاستفادة القصوى كما قال الدكتور علي أن الاستفادة التي استفادوها الآن من هذه الدورة حتى تعود عليهم بالفايدة لما نرجعوا لدولهم يتم عكسها لإعلام أو في التكفيزيون طيب ونحن نتكلم عن دور الاتحاد دكتور الاتحاد عليهم مسؤولية كبيرة جدا بأخير الفترة اللي جاية في ظل التحديات اللي موجودة ماذا سيقدم الاتحاد العالم الإسلامي؟ عندنا أجندة طموحة جدا عملنا خطة عمل حقيقة والحقيقة لا أستطيع إلا أن أشكر أيضا معاني الأستاذ دكتور مجد القصة برئيس المجد التنفيذي للاتحاد الزعادة والإسلامية ورئيس الجماعية العامة على الدعم اللي بنجده من دورة المقر ومن الجماعية العامة للخطة الطموحة اللي حطناها في سبيل النهوض بالاتحاد لأن يمكن أزمة كوفيد اللي جات يمكن عملت نوع من الاسترخاء شوية في الأنشطة بتاعت الاتحاد على مدار أكتر من عامين لكن أقدر أقول أنه بيستعيد قوته ونشاطه فترة جاء عندنا أجندة طموحة جدا بتسير في عدة أطر أولا أن الاتحاد لازم يكون هو المستشار لجميع الدول العربية والإسلامية في المد بالنصح والإرشاد فيما يخص ما يقدم من إنتاج براميجي أو درامي يجب أيضا أن يكون هناك مجموعة من الحقائب الإخبارية حنبدأ نبثها إن شاء الله بعد العيد مباشرة حنبث ست حقائب إخبارية لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد ويمكن أن أومر أعلن هذا الخبر النهاردة من خلال بروتوكول تعاون عملنا مع الأسبو اتحاد إذاعات الدول العربية الاتحاد أيضا مهتم جدا بدورات عشان كده إحنا أنشأنا أكاديمية سوف يعلن عنها في مقر الاتحاد في جدة للتدريب الإذاعي والتليفزيوني والوسائل الإعلامية الحديثة ده أكاديمية موجودة بقى داخل مقر الاتحاد الاتحاد أيضا بصدد أنه يعمل فند كبير لإنتاج أعمال درامية تاريخية دينية بشكل عصري بشكل تكنولوجي عالي بجودة فنية وتقنية عالية جدا الحاجة الأهم الدورات التدريبية لتأهيل مقدم البرامج الدينية وده النقطة اللي احنا كنا نتكلم فيها أثناء فترة الصراحة ما هي مواصفات مقدم البرامج الدينية ماذا يقول كيف يتحدث اللغة المستخدمة طريقة أسلوب الحوار الثقافة الخلفية اللي موجودة عند هذا المقدم قبل أن يتحدث ويدلوا بدلوا في رأي ديني خلفياته وإيه وأسانيده ومصادره لأننا لا نستطيع أن ننقد التأثير والتأثر من خلال المتلق فعندنا أجندة طموحة جدا عندنا يمكن في جنبيا الشهر الجاي مضبوط في دورة عندنا عاملين في جنبيا بعد كده عندنا في السودان عاملين دورة عندنا في الأردن إن شاء الله عندنا دورة عندنا في ماليزيا في دورة في خطة طموحة أن الاتحاد يكون كمان له مكاتب موجودة في دول العالم المختلفة في القرارات الأربعة فأقدر أقول حضرتك بشكل مختصر إن شاء الله سوف أشهد اتحاد الإدعاءات الإسلامية خلال هذه الدورة الجديدة نشاط مكسف لخدمة الإسلام والمسلمين والإعلام بشكل عام والإعلام الإسلامي بشكل خاص في سبيل تقديم نوعية جيدة وأيضا مخرج جيد للإعلام المتميز في مجال العمل الديني والتوعوي والتوجيهي والخاص بالحوار الديني أيضا فيما خص الدراما الدينية لأننا يمكن غابت عن الشاشات الفترة اللي فاتت البرامج أو المسلسلات الدينية الاتحاد بصدر إحنا مش بننتج إحنا بنعمل فاندز أو بنعمل حساب بنقول الدول أعضاء اشتركوا معنا كلنا هنعمل مسلسل ديني عن الشخصية أو عن الحدث الفلاني وبيتم اختياره بعناية تحقق أهداف الاتحاد ووسطية الإسلام ومننتج هذا العمل وبيتم بثه بالمجان على 57 دولة إما مدبلج أو مترجم بلغات الدول العضاء المختلفة إحنا بينقصنا فعلا بإنتاج أعمال درامية دينية يعني بقلنا كتير ما شفناش عمل درامي خلينا نقول حتى يعني مش هنقول بإنتاج ضخم لكن حتى إنتاج متوسط مش بقلاش بنشوفه مؤخرا كتير بس تكمالا الحديث حضرتك حضرتك حدثنا عن الأكاديمية وتأهيل الكوادر الإعلامية لكن إحنا دلوقتي خلينا نقول إنه مش شرط دلوقتي إنه يطلع حد على التلفزيون أو في الإزعاء بقى في سوشيال ميديا في برامج على سوشيال ميديا في قنوات على يوتيوب وما إلى ذلك عايز أعرف من حضرتك كمان آليات ضبط الحديث تحديدا عن الدين أو التحدث في الدين من خلال هذه المنصات هل بيكون في تدريب وتأهيل كمان للي حابب إنه يكون عنده قناة مثلا على سوشيال ميديا يتحدث في الدين وعن أي شيء أي دعوة أنا بدعوها من خلال هذا البرنامج الشهير في مصر إحنا بنعمل دورات مجانية كل واحد أصل النهاردة وسأل الإعلام زي ما تفضلت حضرتك ما بقيتش تلفزيون والإزاعة والصحافة الورقية لا يعني يمكن أصبح صحيح أنا ما ذلت بقول وقلت هذا الكلام أن الإعلام المرئي والمسموع له التأثير وله المصداقية الحقيقية لازم نتفع على هذا لأن مصدر الخبر بيكون واضح ومرجعيته واضحة فبالتأكيد أنا متأكد لما أسمع الخبر في برنامج تلفزيوني أو إذاعي أنه خبر موثوق به لأنه له مصدر السوشيال ميديا ما قدرش أنكر أن لها دور لكن يجب أن يتم تأهيل الكوادر التي تطلع فيها فأنا بدعو النهاردة كل من يريد من خلال السوشيال ميديا إحنا اتحاد إذاعات الدول الإسلامية يعني إحنا اتحاد مهني أي يوتيوبر أي يعني كل واحد عنده صفحة عاوز يطلع يتكلم في البرامج الدينية وطبعا ما فيش هنا سيطرة وكنترول لكن إحنا بندعو الجميع إحنا عاملين دورات مجانية كاتحاد إذاعات الدول الإسلامية لكل ما نتحدث في الدين على الأقل في مبادئ البرامج الدينية كيف تقدم برنامج ديني مرجعيتك إيه مصدرك إيه إيه المؤهلات التي يجب أن تتوافر فيك وحنقدم ده بخدمة مجانية لجميع من يقوموا بهديه النوعية من تقديم البرامج سواء من خلال الوسائل الإعلامية المختلفة إذاعة تليفزيون سوشيال ميديا وإحنا مش قاصرين بس على الإعلام الحكومي أنا عايز أقول لحضرتك أننا مؤخرا الجمعية العامة لاتحاد الإذاعات الدول الإسلامية أقرت مبدأ عضويات جميع القنوات التليفزيونية الخاصة الإذاعية والتليفزيونية وأنا يمكن بعد العيد حبعة دعوات لجميع التليفزيونات الخاصة في العالم العربي والإسلامي يقول لهم اللي عاوز يشترك تحت مظلة الاتحاد وينعم بكل المزايا اللي بيديها الاتحاد من خدمات تدريبية وإخبارية وبرامجية وغيره أهلا وسهلا به إحنا همنا أن الناس كلها طالما نويت تقدم برنامج خليك متخصص فيما تقدم ومحترف وعشان تكتسب مصدقي أن أنت لما هتطلع تقول خبر أو تقول معلومة وتطلع عن معلومة دي غير دقيقة فهذا ممكن حد يطلع مش هصدق أوي كلمات بعد كده فأنا عايزك تطلع صادق من أول لحظة ومؤهل من أول لحظة أن تكون أهل أنك أنت تخطم الناس والناس تصدقك استكمال الكلام الدكتور نحن في الاتحاد إن شاء الله سناقد مؤتمر إعلامي شامل والمؤتمر من ضمن ضيوفه سيكون المؤثرين الإعلاميين في الدول يعني نحن كنا نعمل الآن تجهيز له نحاول ندعو كل المؤثرين في الدول غير الإزاعيين والتلفزيوني والرسمي اللي هم مؤثرين السوشال ميديا من ضمنهم سيكون مدعوين لهذا المؤتمر الجامع اللي هو المؤتمر إعلامي إن شاء الله نحن بصدد نشغالين فيه الآن وهم حيكون لأنه إحنا ستشعرنا إنه هم لهم تأثير فبالتالي أنا ممكن أضعهم وأحاول أقرب الصلة بينهم وبين حتى لو مش هنعتمد عليهم بشكل أساسي في توصيل رسالة دينية على الأقل ما يكونوش مشاركين في رسالة خطئة ما يكونو سلبين الإعلام النهاردة كل واحد مع عام وبيل أصبح إعلامي كل واحد مع عام وبيل يقدر يطلع الهوى لايف ويقول كلام أهلا وسهلا وأي حد عايز يكتب على السوشال ميديا على تويتر على الفايسبوك على الإستجرام على واتفر اللي عايز يعمله أهلا وسهلا بس هي فكرة اللي أنت حتقوله واللي أنت حتكتبه له تأثير ممكن حد يردده حد يكرره حد ممكن ياخده ويعمل به دون أن يعرف مصدره مدى صحته فإذا كنت حضرتك عاوز بما أن أصبح ده موجود النهاردة هذا السلاح الإعلامي الجديد اللي هو السوشال ميديا أهلا بجميع رواد السوشال ميديا من يريدون أن يتحدثوا لكن خد دورة تدريبية تجيز عايز تتكلم في الرياضة خد كورس في الرياضة عايز تتكلم في الدين خد تدريب في برامج الدينية عايز تتكلم في النقد اعرف الفرق بين النقد والتحليل والتزوق عشان تعرف تقدم برنامج جيد الناس تقبله وتقبل عليه ممكن هذا الربط فعلا بين الرسائل العلمية وأيضا بين الاستراتيجية التربوية اللي بتقدر تؤهل ويكون عندنا إعلاميين فعلا مؤهنين زي ما حضرتك قلت طبعا ودي المشكلة للحقيقة اللي احنا فيها النهاردة احنا إذا كنا نتكلم عندنا مشكلة على السوشال ميديا مشكلة السوشال ميديا أن من يكتب أو كيف يكتب أو مصدر الكتابة اللي بيكتبها أو مرجعية الخبر اللي بيكتبه يجب أن يكون له مصدر ومصدر سليم عشان كده أنا بقول الجميع متساوي احنا ناردة برنامجنا هو صباح الخير طالع دلوقتي على التليفزيون طالع لايف على السوشال ميديا على الصفحة بتاعة البرنامج أنا بتكلم أنا هروح أكتب بكرة على تويتر الكلام اللي بقوله أنا كعمر ده مصدره إيه جاي منين صحيح ولا من صحيح حتى لا أستطيع أن أتورت مثلا أو يحدث دون قصد أن أنا أتورت في نشر شائعة مبدأ خاطئ ديني خاطئ يروج بشكل خاطئ ممكن كلمة ممكن تسيق لإنسان غير صحيحة وغير دقيقة الدقة المتناهية طالع الكلمة مسؤولية طالما نويت تقول كلمة من بؤك تكتب كلمة على باكي بورد تكتبها على سوشال ميديا هي مسؤولية يجب أن تكون أهل لهذه المسؤولية لن تتأكى هذه المسؤولية إلا بالتدريب المهني الصحيح حتى لو أنت بش خريك كلية أعلام دكتور علي وجودكم في إذاعة القرآن الكريم الأردنية على السوشال ميديا وتواصلكم مع الناس عامل إزاي في توضيح بعض التفسيرات التي هي ممكن تكون خطئة وتورسناها عبر زمان نعم نحن في الأردن من خلال إذاعة القرآن الكريم الأردنية وبالمناسبة هي الوسيلة الإعلامية رقم واحد من حيث المتابعة في الأردن ننتهج منهج الوسطية والاعتدال من خلال الالتزام بما ورد في رسالة عمان التي أطلقها جلالة الملك المعظم بعد تفجيرات عمان والتي حاولت هذه الرسالة بيان حقيقة الإسلام يعني التوجه إلى الآخر وبيان بأن الإسلام هو دين الرحمة ودين السلام ليس كما روجه المتطرفون للآخرين من أنه دين عنف دين يتشوف ويتشوق إلى إراقة الدماء وللأسف يعني هناك من المسلمين من يصدق ذلك بسبب الجهل وهنا يأتي أخي الكريم دور العلم ودور الخبرة دور العلم ودور الخبرة ولذلك ينبغي على من يسلك سبيل الإعلام الديني أن يكون عليما وخبيرا وهذا مطلب شرعي لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ولقوله تعالى أيضا فاسأل به خبيرا لا بد من الالتزام بمنهج العلم ومنهج الخبرة في تقديم الرسالة الإعلامية في أي محطة إعلامية سواء كانت مرئية مسموعة مقروعة من خلال الساتلايت من خلال التواصل الاجتماعي وما إلى ذلك لا بد من الالتزام بهذا المنهج نحن خطابنا في إذاعة القرآن الكريم يلتزم به الوسطية وبيان بأن الإسلام وسطي في الطهارات في العبادات في المعاملات في كل شأن من شؤون حياة الإنسان في الحب والبغض أحبب حبيبك هون ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما وبغض بغيضك هون ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما في المأكل في المشرب في الملبس طبعا هذه الرسالة لا قد تفاعل كبير جدا من الجمهور المستهدف جمهور المستمعين وليس أدل على ذلك طبعا نحن في اعتمادنا على في رسالتنا في إذاعة القرآن الكريم نعتمد على مجموعة من الدعاء فضيلة الشيخ محمد حديث وخواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه التي لا يمكن لأي وسيلة إعلامية تريد أن تحقق الهدف في إيصال خطابها الديني أن تستغني أنه سواء مرئية أو مسموعة وزام حضرتك ذكرت أن الرسالة لاقت رواج ولاقت قبول من الناس لأن الناس كانت عايزة الوسطية هذا الرجل ممن فتح الله له القبول في مختلف الأزمنة وسيبقى هذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لأنه كان رجل مخلص لله عز وجل وكان يبتغي مرضات الله عز وجل لذلك الفتوحات الربانية التي كان يفتح الله بها عليه حتى فيها حل مشاكل الناس عايز أكل النقطة الأولانية احنا اتفقنا مع فضيلة العالم الجليل دكتور شوق علام مفتي الجمهورية أن نحن سنعمل دورة لإعداد مقدمي البرامج الدينية من خلال دار الإفتاءة المصرية سيقوم على تقدمها وتدرسها مجموعة من الخبراء لها فكرة تأهيل مقدم البرامج لكي يقدم برنامج ديني واتفقنا مع فضيلة الإمام الأدبر دكتور أحمد الطيب أننا إن شاء الله دورة القادمة لرؤساء إذاعات القرآن الكريم سنكون في الأزهر برعاية كريمة من شيخ الأزهر إن شاء الله بإذن الله واتفقنا مع الجامعة الأمريكية على إقامة أول ورشة عمل للغة العربية كيف نستطيع أن نحافظ على هوية اللغة العربية في الدرامة التليميزيونية في الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية يمكن دي بعض الأنشطة القادمة أنا برضو حبيت إن شاء الله كل التوفيق فهم لكن عذرا يعني معلومة بسيطة التواصل الاجتماعي الخطاب الإعلامي الديني على منصات التواصل الاجتماعي لابد له من أن يلتزم بجملة من المعايير معيار الصدق يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين معيار الموضوعية معيار الحياد مزبوط معيار البعد عن إيذاء وإلحاق الضرر بالآخرين صحيح لأن من هو المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم الناس من لسانه ويده ويده قد تخط كلمة كما ذكر أخونا عمر قبل قليل على الكمبيوتر أو على التليفون أو قد تخط كلمة سواء يقصد أو لا يقصد لكن فعلا الكلمة هي الكلمة مسئولية زي ما تكلمنا في البداية وكل ده من أجل أن يتحدث في الدين فقط المختصين شرفتونا وعطونا نشكر حضراتكم شكرا جزيلا دكتور عمر ليسي رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية ودكتور علي عبد الكريم المناصير رئيس قسم إذاعة القرآن الكريم بالإذاعة الأردنية وأيضا مستاذ أحمد المرتضى مدير العلاقات الخارجية بإتحاد الإذاعات الإسلامية شكرا جزيلا لحضراتكم شكرا جزيلا لحضراتكم